اهلا وسهلا السلام عليكم اغزالة ديالي كيف انتو مالا بس عليكم كانت مننا وانتو ما كنتشاهدوا هالفيديو انكم تكونوا باخير وعلى اخر سعيدة بلقيكم مجددا اخواتي فيديو جديد نهار جديد ان شاء الله اليوم البنت غنقدم لكم واحد الوصفة رائعة 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 هكا تقدروا تحضروها في الفطور او لا في الصحور في هاتشهر رمضان الكريم شوفوا بالنسبة للمقادر فانا في واحد البنيو حكيت واحد البصيلة اللي كبيرة شوية قطعت لها المعدنوس وعملت شوية الخرقوم شوية اللي بذار وشوية سكينجبر وشوية ديال الملحة وشوية ديال الملحة فتزلفة هاتزلفة هدي العطرية اللي كان عمل في ذكا الانية كان عملها حتى فيها علش هانتم ما غاد يدعرفوا علش كان عمل جود اللي قايم المهم كان عمل اللي قام هنا ولي قام هنا مهمة اللي قامة الكبيرة انا زيتها هنا يا واحدة ضمض زع فران الحر وزيتها شوية زيت الزيتون غير شوية شوية الماء هكا باش نجمعه صفيه هنايا غدي ندوز باش نشرمل بيها الدجاج ديالي هنايا عندي واحد الفروج اللي غسلته مزيان بالملحة والحامض وسكنجبير وقطعته على جور هكا نقيته مزيان وتقبته مصدر وحتى ما ملفخد دياله صفيه بقيت كان نخشيفي هذك الشرمولة مزيان مزيان وغدي نخلي يرقد مهم بالنسبة للناس عندهم الوقت هاقيلة كنتوا عديد وجدوه مثلا الصحور ديقدرو دعدلو هذك الوصفة هذي تشرملها كافة الصبح وتخليوها كدر قد راها كدشرم العطريا مزيان انا هنعخليها كدر قد غير وحدة نص ساعة ومن بعد غدي رجعو اكي طيب صفيه كيف ما يشوفتو حيث هنا انا ما كاشي عندي الوقت هنا كندخل هذك الشرميلة مزيان في هذ مزد الفروج كندخل في السدير كندخل كندخل معه ذكال في خيطة دياله باش حتى هي تجي بنينة صفيه هنا غدي نشوف شي حاجة اللي غدي نعمل فيها هذ الججي يلي بشير قدلي باش نعاون نشرملها كفروجة اخر باش من دحسوا مشي مع بطيتهم هنا مباشرة غدي نوضعو في الكسكس شوفوا غدي نوضعو على السدير دياله وجي هذي الخط السحسنية وغدي نخلي هذك الجي هذي العطومة من فوقي صفيه هنا غدي ندوز باش غدي نشرمل حتى هذي الجزء هذا هذي النصف ده الفروج الثاني حتى هوا غدي نشرمله مزيان غدي نحاول اناني ندخل فيها العطرية مزيان مزيان يعني هذي الشرمولة كاملة غدي ندخله فيه صفيه كما شوفتو كما قلت لكم الشرمولة اللي عملت في الجج فانا عملتها في دكتاسة دكتاسة كنت قطعت فيها بصيلة صغيرة وعملت فيها كالمعدنوس وعملت فيها خرقوم وسكينجبير وليبصار وعملت فيها تهياء الملح صفي هنا شوفوا اللي بغي يزيد الحمضة مصير مع الدجاج ومع الروس حتى هو يزيدهم مع الشرمولة دروسة هي يزيدهم صفي هنا هنا ما ضيفتي الحمض مصير يعني نسيت والصراحة هذلة المهم هنا ديك الشرمولة اللي بقتلي غدي نضيفها على الدجاج ونيا في هدل أثناء كان عندي الروس الروس كان كي تسلاق من بعد ما تسلاق ماشي تسلاق يعني غي طلعت فيها الغالي أخر واحد النص غالية هكا وصفي المهم هنا ضيفت دك العطرية كاملة دك الشرمولة على دك الروس اللي كات عندي في الزلافة ومن بعد هنا يزيد واحد جوج معلقة زيت السيتون وحتى هذا الروس هذية الدك البصلة اللي كات عندي تمك محطوطة مقشرة حتى هي قطعتها وزيتها فوق منه وغدي نخلطه مزيان مزيان بهالطريقة هادية وشوفوا الروس ركي بغي العطرية من الأحسن قعد عملوا واحد المعلقة صغيرة من كل حاجة معلقة صغيرة عامرة مزيان من سكي الجبير معلقة صغيرة عامرة مزيان من الخارقوم طبعا اللي بزر كي يبقى اختياري سيضعوني واحد شوية شوفوا هنا حتيت الفراج بهالطريقة هذي حتيتهم احلس صدر ديالهم كما كنتون معايا هكا ومزع ما دبستهم هنا يوصافي جانية الكتر صغيرة ولكن مشي مشكل حاولت أنني نعمل صدر وفخض وملي متاحي وهاتي جهة الدلعطة مشي مشكل لأنها دبقان فوقي الراوز سوف نعمله فوقي سوف نعمل الراوز فوق منه كي نقلب الكسكس بحال هكا سوف نقلب طبق الراوز وفوق منه سوف يأتي نيشن كي نغرف ونفرسط ونفرسط وذيكشي حتى الجشكي تجمزيان أنا كنخليتها بمزيان صافي سوف نضع الراوز كامل صافي ونغطي عليه أنا كنغطيه بالغطايا كوكوت كنت قدت الكسكس نيشن من بعد غدي ندوز نحضر معاكم هنا واحد الفلان كي يأتي أكثر أكثر من رائع الفلان ديال طرون مهم هنا يلبنات أعملت السكر كي تحرق أعملت كصغرد سكر عمر مزيان سكر سانيدة وعفية مهيرة وخليته حتى تادب ما بغت نصوره معاكم باش ميجي شي فيديو طويل وأصلا كل شي كي عرف يعمل الكراميل صاف هنا بعد مدى بليم زي الكراميل رجع له هاد شكل هذا هنا بديس كن نستشف في المول ديالي بهالطريقة هدي وغدي نخلي على جنب ومن بعد غدي ندوز باش نوجد الفلان اليوم غدي نعمل فلان ضد طرون كي جي رائع رائع بزف كي جي فلان كريمي ما كي جي في حلي مول فين كان ناكل غير الحليب بحدي كي جي كريمي وكي جي مضاق ديالو ولا ارواع هو فيها انواع ولكن اليوم غدي نعمل عادي ما غدي نعمل بالشوكولة ولا شي حاجة هنا يعمل في الاول نص طرود الحليب وعمل ثلاثة ديال الفلان ديال الشنوى وعمل ثلاثة دل ملا اللي غا نعمل اللي غنعمل به الطرون من بعد ما ما حمرته مزيان هذيك هذيك اللوز ديالي غادي نحمره مزيان وغادي نطحنه وغادي نخليه انا كنخليه مهار مش ما كرجعوش يفحل الطرون يعني نطحنه مزيان غادي نخلي واحد شوية فيه تسهرمي شاك يعجبني نكون هكام اللي كان اكل فلان اه كندوق شنو كان اكل صفي هنا كيف ما كتشوفو فلان من بعد ما كيغلاق كنضيف عليه الطرون وكان عمله فوق ديك المول هذيك اللقطة مشات لي كان اعتادر صفي هنا اي كان الروز وجد لي غادي نقلبو احداكم كيف ما كتشوفو كيما قلت لكم قبيلاتي غادي نقلبو في حال هكا صفي عادي جدا وغادي نحاول اناني هكا اه المهم الا بغيتو تفرشولو الخاصيني كتفرشولو الخاص اولا طوما تسوغيز اي حاجة بغيتوها ولا تزينو الطوما تسوغيز اي حاجة بغيتوها كتعدلوها صفي شوفو ديك الجاش كيجي طايب نسيان وكيجي لديد بزاف غيجربوه للعظيم اكيد ما اما بالنسبة لفلان طرون كيما قلت لكم الكاز اللوز منلي كان حمرو وكان هرمشو كان ضيفو فوق الحليب منلي كيقرب يعني يطلع كيقرب يغلق انا دك الساعة عادي كان ضيف ديك اللوز صفي فش كان ضيف ديك اللوز ديالي كان حركعي واحدة حريكة فش كان شوف الحليب صفي في حالي غادي يفيد صفي دك الساعة كان طفيلو وكان كوبو في المول وكان خليه كيبرد على برا وكان دخلو يبرد مزيان يشو ببرسو يعقد يبرد في الثلاجة هرا كيجي تماما في حال الفلان يعلي الفلان العادي ما كيجي شي فرق بيناتهم غي هو كيجي كريمي كيجي المدق دياله روعة اكتر مرائع كيما غدي تشوفوه معايا دابا صفي وهذا هو الطبق ديالي دليوم وكيف ما كنقول لكم دائما بالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة لي اول مرة فضلا وليس امرا ما تنسونيش بلي لايك ديالكم بتتعليق ديالكم وما تنسوش انكم تدعموا القناة بزير اشتراك هدالي كتفعلوا زر الجرس بس وصلوا بكل جديد وهذا هو الفلان ديالي كيما كنتشوفو ديك اللوز كامل كيهبط متاحيت وكيعملنا واحد طبقة ديك تبقى كيجي في حال طبقة مقرميشة كيهبط كامل وشوفو كيفاش كيجي كريمي وكيجي لديد بزاف وانا غالي يقول لكم بسلام عليكم متى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة